ريم أيوب مؤسسة والمانجينج دايركتر لديفا إفنس أن ميديا بالبحران هاي ريم مرحبا مرحبا الحمد لله طبعا الفورم هو جمع كل الشخصيات وسيدات الأعمال النسائية في الميدل إيست هذه فرصة جدا كبيرة احنا كسيدات أعمال من البحرين ومن الخليج نتعرف على شخصيات نسائية بارزة في الميدل إيست شخصيات نسمع من خبراتهم نستفيد من تطلعاتهم شلون حققوا طموحهم في مجال ريادة الأعمال فهاي فرصة كبيرة أن نتوارك نتعرف على بعض نستفيد من خبرات بعض ونفتح المجال للتوسع إن شاء الله خبريني عن الشركة اللي أنتم أسستيها شركة ديفا إفانس الميديا هي تأسست قبل أربع سنين تقريبا شركة مختصة بالفعاليات والماركتينج والميديا الإعلانات بديني يمكن كشركة مختصة بالمعارض النسائية يبني كونسبت المعارض والفعاليات المختصة بالنساء لدولة البحرين بحكم إقامتي يمكن ثلاثة براءة البحرين شفت إن في معارض مختصة تهتم بالأمور والشؤون النسائية فياتني الفكرة إن ليش ما نبتديها في البحرين فالحمد لله أول ما طرحنا الفكرة يمكن واجهنا صعوبة إن تقبل المجتمع البحريني فكرة يديدة شنو معارض نسائية شنو فعاليات تخص النساء ليش النساء بشكل خاص يعني شفنا شوي استغراب من المجتمع لكن بعد فترة الحمد لله جلنا في قبول هذه شجعنا أن نتساوي معارض كبيرة على مستوى البحرين ودول الخليج وتوسعنا الحين حاليا بإقامة المعارض وفعاليات بشكل عام ليس فقط النسائية ما زلنا نقيم الفعاليات النسائية لكن توسعنا بشكل عام لما تقول فعاليات ومعارض مركزة على النساء شو عن النساء كل شيء؟ الاهتمام بالنساء وبشكل خاص رائدات الأعمال المستقبل سواء اللي عندهم أسميز الهوم بزنسز لذوات المشاريع الصغيرة والمتوسطة فنشجعهم من خلال إقامة معارض تساعدهم على تسويق منتجاتهم للمجتمع البحريني والخليجي والعربي بشكل عام فهذا يمكن هدفنا الأول تشجيع النساء نراويهم من المجال المفتوح لهم تسويق منتجاتهم تعريف نفسهم للمجتمع بشكل عام أنهم ممكن يصيرون يوم من الأيام واحدة من رائدات الأعمال البارزات في المجتمع عالم طبعاً والعالم كم شخص بيشتغلوا اليوم بديفا إفنسان ميديا؟ نحن حوالي حالياً 20 15 إلى 20 بالإضافة عندنا part-time employees وعندنا نتعامل مع كذا شركة سواء في الخليج وكيف أول شيء موّلت هذه الشركة؟ هذه من أهم الصعوبات التي واجهناها كفكرة يديدة يمكن أن أنا بحكم شغلي كنت أشتغل يمكن مهدنك ببليك ريليشن في أحد البنوك الاستثمارية في البحرين بشكل عام مثل باقي الناس شغل روتين يمكن شغل ممتع لكن الوظيفة روتينية فالواحد التي لفترة أنه يقول هل أنا مستمتع بشغلي؟ هل أنا أحب الشغل؟ ليش أستمر فيه؟ هذي ياتني يمكن الصحوة وقلت ليش أنا أستمر في شغل إذا أنا ما كنت مستمتع فيه؟ وكنت وايد اهتمامي بالفعاليات وإقامة المعارض إن كان أنا من يوم صغيرة وايد أهتم بالأورجينايزنج سواء الفعاليات، المناسبات، الحفلات، الأعراس وياتني فكرة الأفانس واللي ساعدني أن دخلت برنامج اليونيدو من منظمة الأمم المتحدة ساعدني أنه أحدد هدفي أحدد شنو أربي أساوي شنو اللي أبي أوصل لها؟ تكونات لي الفكرة ساعدني برنامج اليونيدو في إقامته يعني بزنس بلان بس مثل ما قلت طبعا الفاينانشل هذي أكبر صعوبة شلون التمويل؟ تمويل فكرة يديدة فيه ما قلتش يعني البحرين يمكن معروفة بالفعاليات اللي تقوم فيها والكثير في الشركات العالمية الرائدة في البحرين لإقامة الفعاليات ومناسبات لكن كشركة يديدة بكونسبت يديد دقينا صعوبة فصار فيه تموين يمكن خذيت برسنال لون هذي شوية أنه يحدد شوية يعني يخليتش تضغطين على نفسك في شلون الستابس يعني شنو اللي بتشنو الستاف كمية الستاف نوع لهم وين توسع وين بتتوين الفعاليات هذي من أكبر الصعوبات اللي واجهتها في حاليا الحمد لله البحرين يمكن فيها الحكومة قاعدة تدعم الشباب أنه يأسسوا مشاريعهم عندنا برامج يمكن تمكين البنوك التمويلية الاستثمارية لكن ما زالت فيه صعوبات للإنسان البادئ خصوصاً للشباب والأفكارهم ممكن غريبة لحنوا أجه صعوبات يعني وهذه اللي ينتمنى يمكن من الحكومة أو من البنوك الاستثمارية التي تعطي القروض أو اللونز تخفف شوية من الصعوبات وحتى في التسجيل سواء تسجيل الشركات اللي حم في الصعوبات من خلال الاستثمارات والأشياء المتطلبات اللي يطلبونها الأوراق ما لها معنى يعني أنا بالنسبة لي كرائدة عمل ما عندي فكرة فهذه يمكن يخلي الواحد أن يأخذ آخر يأخرنا يأخرنا عن طموحنا فأتمنى هذه الأشياء شوية يتقل حضرتك أميك صح عندك ولا دعبة كيف هيدا الشيء أصل على شغلك هل حصيت أن كورنيك هم بزوجة كان شي عائق أو خففلك من اندفاعي حتى من خمية العطاء لا بالعكس هاي كان دافع يمكن أنا يوم بديت شغلك أنت حامل في الطفلي الأول وهذه كان دافع لي دافع لي أني أنا أبي أسوي شي غير ليس عشاني عشان أطفالي خلاني أفكر في المستقبل أكثر كوني أم يمكن صعب أني أوازم بين كوني أم و كوني سيدة أعمال هذه الصعوبة كبيرة تحسين بالذنب كل يوم هل أنا أعطي بيتي الحق الكافي هل أنا أعطي شغلي الحق الكافي يمكن هذه الصعوبات من بس تواجهين تواجه أي سيدة أو أم أو حتى أمرأة عاملة شلون تكافين توازنين بين شغلك وبيتك لكن الحمد لله يعني حصلت الدعم الدعم الأكبر يمكن حصلت من الوالد و الوالدة و زوجي هذه اللي خلوني أواصل لحد اليوم شو الخطوات التالية اللي خطبتين أتمنى أن شركة ديفا تكون شركة عالمية ما أتمنى على النطاق المحلي أو الميدل إيست فقط أتمنى أن توسع بشكل عالمي نراوي حضارة الحضارة الخليجية والحضارة العربية و شنو الأفكار اللي أحنا ممكن نطرحها ما نستورد الحضارات يمكن من الغرب بالعكس نراويهم بشكل مغير من أحنا ممكن عندنا أفكار يديدة و we don't have to copy أحنا ممكن أحنا نتسوي الأفكار الديدة أكريم شكراً لتحدثت مع وندا و أنجوى دعاستضافك أشكراً لك على الاستضافة شكراً شكراً لكم شكراً لكم